السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبة يا مسهلة ويا بمحل ذا اليوم بعدنا في المدينة السياحية سويته هنا في قلعة عمائية سويته لتجربها وعيبتني والله بس ما ادري كيف الناس بتوصلها وهالسوال فهذا موضوع ثاني لان الشوارع نفسه كان اني احطي الشارع صراحة مش بالسهولة لكن مش بالصعوبة في نفس الوقت صراحة ها 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 هذي سيارة 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 اتشوفها لاحظكم لنشوف كيف الشارع شارع شكله جميشن الصراحة بس خطير خطير جدا تتبق مشاكل نسابر خلا شوف وفي طلعه ونزل او طه هذي ياركد ضياي مسكين بعدي مشي هسرع سيارة زي شو تساعده يهر سلام تشوفوا هني وراه هذه المور خلعة والله طريق لكن لكن المكان جميل الصراحة يبانا نبدأ اشياء على البحر الصراحة ما بدنا فعليا هال موسم في اشياء على البحر بس الشارع المرعب اوه اين بيبركة اه هيكل الدربة عساسي يرجع المهم في زواريون وهام علينا انزيل الحين نبه نفتح ما يسمى قبل مشروع الملاعب نبه نمتده هنا بعدين نوصل لهنين نسوي مجموعة ملاعب المدهم بالخط الأساسي بس ولكن محتاجين شوية اشياء مثل ابزرفيشن تبرك انت طالع يعني هالأمور نفس ابزرفيشن تور ممكن نحطيه هنا ليش نحطينا ابزرفيشن تور في الملعب اول شيء ممكن يكون في مطعم في شيء الناس اطالع الملعب اطالع الكتدرال اطالع المشاريع اللي عندنا تقدر تشوف فيو على القلعة تقدر تشوف فيو على الاسبايس الافيتر موانا يعني باختصار المكان هذا وايد استراتيجي لذلف وهني يقدروا يشوفون باقي المدينة من عماير يقدروا يشوفون المواصلات اللي تحتهم الجميلة هذي يعني مناظر جميلة جدا على طول راح نفتح عندنا كاسل تورتشيرب كذا هذا بيحتاج لانه هذي خلعة شوفوا شكلها لانه خلعة خلعة قديمة ما بقى احطيها هني الصراحة يمكن يمكن نكمل الثيم هذا ونكمل الرعية الى القصر هني والناس من تحت تم يطالع القصر هذا في حد يستعمله لا للأسف ما في حد نزيل نقدر نكمل القصر لنا هني تقولكم هل نكمل القصر قبل الملعب نزيل بناخذ شارع من هني طبعا ندخل ما للقصر لازم يكون شوية فخم صبر انت اول شي كشارع تغيير مكانه شوي صبر تغيير هذا الشور اكلها كامل لا حقي هذي هني في دار بس صح بس ما بحط اهني الاخر ابدل هذا الشارع الان الان نسوي طريقة هاي نلغي هذا الشارع عود نعود دوار عود يعني قدر مكان عود مش نحن ان اضاف دوار عود دوار اهري نقرد من الشارع تستطيع نطلع من الشارع الى وين راح نزد قصر المزعون بيكون قصر بيكون هني يطلع على الرعية اوكي فشو بنسوي بنسوي الشارع في الوسط بس حتى الشكل شوي يكون غير عن الباقيين طريقة هاي بني بالمنومنت نفسها وبنحطي كيف مش عدل لا دخلتها مش فخم طبعا نبا دخلا هذي وني بالمنومنت هني همفروض يبلنا عدد كبير من السياحة لفكران زين هذا اوه نحتاج نسوي لمدخل فخم بس خلنا نبا الماي ماي موجود بس خلنا نبا ثاني من حتى الرعاية اللي في بيكونون افضل بكثير من الماكن الثانية ولكن شو ابو اسوي ابو هذي اول شيء الارضية بكبرها مش عايبة الني فابا نسوي الارضية هني حيث ان ممسطح اكثر لانهني اكثر شارع ومشكلة براي نسوي بالطريقة هاي شوي على الحنات الشارع وشوي الحينة نسوي بالطريقة هذي وفي العادة القصور تنبنى في اماكن عالية بس 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 وستثناء لانما في مكان عالي بالضبط تنزي مدخل القصر هذا بيدخل الناس القصر الناس بتدخل من الشارع السنتر شو هذا الشارع هو المفروض تدخل من القصر ومش العكس مدخل القصر ممسطح 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 با أهم شي. الحوطة بتكون اليدار بس مش اليدار مالكنيسة ايدار نفس البروب هذا قريبا بكون تدار تلبية هذا اذا ما نزرع في الارضة contained مشكلة له هذا يبضح في فلنان نستخدم الجيش نستخدم الجيش على فكرة الادار هذا شوفوا كيف الادار هذا هذا بعد ادار عسكري لكن انه اكثر لايق اكثر بشو بالقصر عرفته هذا بيكون بطريقة حول المكان كامل نبوه هذا برب لكن عنا نحن التولز اللي تخلينا نحن تقلينا نحن تكيده على الارد بطريقة هذه انه ما في قصر بدون حماية يعني لازم يكون فيه اشياء لازم يكون فيه اغور في ناس مهم معيشة فلازم الناس منتبهه الامن والاموان بشكل وايد مهم واي واهل بقعة كلها راح تكون في القصر صحيح. الحين نبقى مجموعة مباني نحن. ما سوي المنطقة كامل. خايلة ما بسويها بالطريقة هذه. في شيء ثاني أبو أسوي. هذا بندق من نيدار واحد. نحطي نحبة وترى ما يشتين مده لأنه عرفته. شلينا بنشلها كامل. بني. حطي. أحب. أه. أه. لازم حبتين يعني. خلاص شكل هؤلاء. نكسر. حبة. نترك الثانية بالطريقة. حسنا نسكر الإدار شوي. جيد. الحين هذا ما نبقى يكون شيء وهذا سيدة مع البوابة وعساس على أساس. إنها قصر يايد. لازم يكون في نوع من أنواع التفتيش صح. فالقصر هذا راح يحتوي على شو. على ممر العبور ثو. تجاهين. طريقة. هاي لازم يمرون على العساكر قبل لا يروحون أي مكان. منطقي. ما أنك تتكلم عن عن أماكن بيو اي بي. فهذا الإدار ينتهي. وين بنتهي عند العساكر شو. هذا الإدار. راح نيبة من هنا لين. عند سيارات العسكرية. هذا. نهني. عند السيارة. عسكرية. والطريقة هاي يدخلون لمدخل القصر عن طريق الشرطة هاي. أعطان يحتاجون. كل نوع الخدمات والطريقة هاي كهرباء وغيرها يحتاجون هنا بعد أنزل. هذا بخصوص اللي بيدخل. يا يشوف القصر هذا أو يزور. بنحتاج أنواع من الشيار يمين ويسار وبالضبط تعرف شو بنسوي عندنا نوع. تفضل حق هذه المناسبات والطريقة هذه. أبوى أسوي شو أخبركم. الأرض أنزلها شوي. لنشوفوا الحين. لدينا. قصر مدخل قصر ما في لعبان. يكون مكان حلو مكان طبيعي مكان آخر. لا يستوي. لا يستوي. رح ولا يستوي. شويت شي توا دقيت يعني. يا ساتر شوفوا سويت فيضان هذا بيسوي لي شوية مشاكل تراعي فكره. هذا بيسوي لوايد مشاكل مشوية مشاكل. بس ما في شي ما نقدر تغلب علينا. اوكي. فيضان يا فيضان. كم يذبح لناس. كرفة القصر ليش. النحو يا. واستوعنا المهم. عندي اللي يا با. بغض النظر. هاي اللي بيغرقون مشكلة بيطلعون. تحت علمي بيكون عندنا عدد كبير من الناس. رايح يطلعون وين من المكان هذا. لكن صبر. يجب علينا المطار. حسنا. دعنا نساعد المنطقة. مممممممممممممممممممممم. هذي الهم. اعطينا واحد اه في المطار. ايوه. هل السيارات الهني سير تسحب ماي بسرعة افضل. هاي اللي بيطلعون بيشوفون شغلهم بيصيرون يبون ماي الزايد الهناق. بيكلم نوزي لفن على طول طلعك ال 11 واحد بس عساس ان لو ماي علاق له شي. هاي الجماعة هاي اللي يقدروني يونيو يقضون الوضع عشوي خلنا تشوفوينهم. يتصروا على الوقت. انشوف. الرؤح يذيب. شوف الغرقانين. لا والله يعني. باي باي حلو باي حلو الموضي. و الله انس وقت متخوفة كثر عن وين يقولكم. بس المدينة حلوة صح. باي حلوة صح. باي حلوة صح. باي حلوة صح. اللي القصر نفسه موجود. الناس تركب هنا أو هناك. شوفوا الناس تروح ما شاء الله. هذا مني منتعني مش شي عادي ترى الحين ابا هني ابا هني ابا نحط شوية زينة ما زينة وماشي يعني ارحم يعني قصر هالكبر بس الماشي كله ابا نفس هذا بليت من كله ما احصل لان الحين هذا يعني يعتبر قصر صح؟ لمن يعتبر قصر معناها قدر احصل مفروض ديتها تحق كل شي مش قادر تقلم ولا ال اه يا صخيش اسمه لاه الله لا اظن المحمية دعنا نسوي شوية اشياء هني اكثر تكرك على الناس مشتهلة لداخل صح؟ تفيت مشون داخل تراه همه احويل مكانها بكبرة حديقة يستوي كل شيء يستوي لكن معنا شوي مزين. كل القصور في العالم لها رعية راح يكونون يعني سوارع صغر ما الى اخرى يعني شوية بيوت. هنا بس في محلات تجارية حاول اخليها هستركل. ونقول ان هذا مجدد يعني عرفته. ليش هاي الناس اللي الملك تشوف تحت الشخص اللي يحكم مثلا هاي المنطقة. يحبونا وهذا. وكل شي عشانا يعني. عرفته. الحين هني. سوي بيوت. ممكن والله. سوي بيته هني. يحد قال لي شغل الليل وعول ما شغلت الليل. مودي الليل ما ليش افر. بس عم. نزل مودي يتحكم بالوقت يعني ورجعت الحرارة. شفر سبحان الله. شكله دعيته عن موته. هذا المكان بعد. طريقة. هذه. ايوه. والله هي مش سيئة التخطيط. عالبني بس احس يوم بحطي. اماكن. محتاج اشياء خدمات قوية هني ما عرف لاشي انا. احساس يعني. تجا سوي خدمات ضخمة في المكان والمكان. مش بالضخامة. صراحة يعني. ان ابالغ شوي انا مرات في بعض الخدمات ولكن. صراحة الموضوع يستحق المحاولة. نزيل. اذا عنا قصر بهذا الحجم. نزيل. اول شي بيسوي. الوضع صعب كان يستيبغل عني. اول شي بنحطي محاولة تجارية صغيرة اوكي. هنا وراء منو وراء القصر. نزيل. نزيل. وبالنيب. عند المحاولة هنا. في المكان الخاص البعيد هذا. هي المقبرة الملكية. نعتبر هذه المقبرة الملكية. نجدونا. نزيل هذا هنا. طريقة هذه. ها مكان الزيارة ملشو ما لهم. ولا مكان المقابر وهذا. حق كل حد هنا يساكن يعني. نزيل. في الزاوية. الحين اول شي هذين بني. هذين. مبتول دقة. هالشي بياخذ شوي وقت بس. بيضمن لي نوعا ما. انه. اظن في الزون اروم اسوي هالشي. يمكن غلطان. استرك البلدنك اساس انه ما يستوين عماير يا جماعة الخير. عرفتو. ما باهم يتحولون لعماير ابيتمون دكاكين. واللي انسى اسوي يعني في مرحلة من المراحل. يبالي ارجع لو شو. امسحه اهدمه مثلا. ويرد يستوي شو. استرك البلدنك. حوله مزيل. هذه الدكاكين هني. شوف الدكاكين كم كمية الدكاكين. هالدكاكين لنا حبيتهم ما حبيتهم. نزيل. البيوت البيوت راح تكون. في المكان عندنا بيوت هني. طريقة هاي. وعندنا بيوت بعد هني اخر القصر. وعندنا البيوت بيكون هني اخر القصر. الناس اللي تمشي سافات حلو. هاي الناس اللي بتمشي مسافات. بيوت مفروض ما يكبرن. ما باعه ما باعه برا سواء جاهن. اخف اكبرن نفس كيلة. عم حال عادية هاي ولا عم واير. احتياطا. احطي بعضهم كهستركل بلدنك. طريقة هاي. نزيل. واللي يكبر بعدين حبه 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 بحاول اهتم فيه. عادي يعني اخدر الامكان بنهتم فيه لكن. اني امشي عليهم كليك كليك هاي ما يخلص. نزيل. الشي الثاني هذا الممر لازم يكون حديقة. ما يستوي يكون شي غير فيه حديقة. هاي. الطريقة. هاي حديقة. جانبية الى القصر. وبدزين شوي المكان حقنا. نزيل. المباني اللي هني ماذا لشي حاس بيرفع ضغطي لو استوى واحد فيها معمارة. ضغطي بيرتفع ماذا لليش. ما عارف لي. نزيل. وعننا بعد في بيوت هنا قاعد تطلع وهي الأمور. الحين الشي الثاني. هذا المكان نبقى نحطي لانهني عندنا شو نقطة الشرطة صح. فبقى حطي. اه شي في الجيش. هذا من المناظر اللي تحصلونها بوابات جيش وغيره وها السوالة. بعض الأمور. بنحطي هني بركز كامل. عسكري كامل هني. هذا بس للحماية الشو اللي موجودة هني. وبني بهذا بناخذ منه شير. برص الشير كامل. طريقة هاي. اللي المكان هذا اولنا يعني مغطة. طريقة هذه على اساس الناس ما ما تقعد أي واحد في الشارع يحاول يتطفل على المعسكر الصغير اللي موجود داخل القصر فحرام يعني. عرفتوا. والطريقة هاي. احنا بكون. وعن ما سوينا بيان ان هذا معسكر والناس اللي في الحديقة ما علي تكون. انهم بيكونوا على مستوي الحديقة فما بيطالعوا وايد داخل الحديقة. وها وفرنا سيارات شرطة في المكان على فكر. نزيل. الحين هذا يونس سياح بس محتاجين اشياء ثانية هنا تاين وكفات آآ بساط. بساط بساط. البساط ما بتوقف داخله. وكفه داخل احس بيكون غلط نوعا ما. رفتوا البحيرة مالي نشفة ترام. منزيل. الشي الاكيد اللي ابو اسوي باقي الاماكن شير. انه احطيهم اشجار. بكل المكان بيكون موايد كيوتا صراحة. عليا. خلنا نشوف. خلنا ننهيب. ننهيب الفرقة. نكبر الفرقة. طريقة. طريقة هاي. طريقة هاي. الحين هذا اساسا الناس القصر والناس اللي عايشة في القصر. اوكي. وصلنا كهرباء ولا لا. بشكل اساسي الناس اللي عايشة. عنه ولا الناس اللي تزور القصر هذا ولا الناس اللي تتبع القصر هذا. بش القصر نفسه احس يباله. جدار ثاني. نفس اليدار وينك. تبيع. جدار هذا لان الشعب صح الساكن. بس هاي الممشى الملكي الخاص في. اهل البيت نفسهم ولا اللي موجودين هنا نفسهم. اوكي. ننزيل. هذا الناس اللي ساكنين هنا بنفسهم وهم اللي يطلعون يمشون يسوون على اساس يعني معنا سياح هذا كل لك بنفترض ان هاي. اللي في المكان نفسه. ننزيل. الشي الثاني نبوى نحن نبوى مترو. صغير. ما ب ما يكون. كي ضخم هذا بيسبه لنا ازمة عالمية. ضخم مويد. ضخم ضخم ضخم. عزنا استعمل المترو الاصلي. لما نبا حشرة في المكان شوفوا. الاصري صغير بعد عند القصر ونبو الناس اللي تروح والتي عندنا الاسبايس اليفيتر يونه هني فشو بنسوي بنيب حق المترو الخط هذا نزله تحت الارض ونسير وين هني وهذا راح يكون له وقفتين وحده هني وحده عند سبيس اليفيتر وحده المطار يرجع سبيس اليفيتر ويرجع مرة ثانية هني ويب الناس لين عندنا هني ويكون صغير يعني انه ما بمسوي حشرة وهذا وذاك والشي الوحيدة ما سوينا فاركنات فلا عادة الناس تسوي فاركنات فما علي بخلي الفاركنات براع الموضوع حاليا ما ما بيحتشر على موضوع الباركنات لكن بشكل عام هذا بيكون الشكل الاساسي للقصر خلنا نشوف الناس يوم تذخر كيف شكل مكان يلا بسم الله صدق مكان سياحي يدفعون فلوس ويدخلون ويمشون امورهم الحياة بتشوف حد يقول لي مش فخم هذا عفوا يعني لكنه فخم الصراحة الناس اللي ساكنة ورا شكله حد يقول لي مش فخم بعد بزعل والله مكان صغيرون يعني مش انه وهذا مسوي زحمن وعن ما غارس تشارجت اه يعطيني الرقم احلي زمان وكان يعطيني كم سيارة بس زين بس زين هاي حاليا ما بدي ايان زين بس اه هل سنع شغال اشغال بعدها لا 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 المكان مكان احس انه محتاج شي بس مش عارف شو انا احس ان انا اقصرنا شيء ابو اسوي زيد شيء انزل شيء مش عارف شو ازيد ولا نزل يعني هاي الناس بتستعمل المتر شوي شوي ترى بتبيني هنا ترى معلم سياحي في نهاية اليوم هاي شكل المدينة من فوق قام يستويه خطير جدا الصراحة والله هذا مشروع ناجح كان نوعا ما مش غلط ابدا بس في شيء هنا احس اني ما بعبي شيء ما احس يبالي شيء لكن القصر يعطيني احساس ان نخصب شيء ما عرف شو هذا القصر يروح الكتدرائية الكتدرائية الناس الزورة بعدين القصر ممكن يكون شوفو هاي لي دمونسو يهم هستركل عمسون الجماعة عادي يتطور نينباتر مثل هذا شوفت خلو يتطور عادي يعني مش خبية صراحة مكان سياحي والناس تبوتيه نزيل الخطة هاي حلوة الخطة اللي ما كملناها سببت القلتش ولا الباق اللي وتذكرون هذا المكان بس هذا المكان احس حاليا بخليه فراغات ما بسوي في شيء بس اقدر اقدر بعدين اعبي المكان هذا بس ما ادري احس ما منه فايدة تعبئة تعبئة المكان مجرد تعبئته ما احس منه فايدة هذا اقدر اسوي فلر اوكي اطي اترى مقبرة يعني مش انه ولكن نقدر اعطي هذة ايو ما بتحسون المكان فاضي ابدا ايو هذا اريد يسكر المكان اللي هو فيه ممكن هذي والله ممكن نوسع الشوارع بالطريقة هي الصدقون يعني نسوي ممشى المثل هني ما يحتاج شي زيادة صراحة مدل اذا يحتاج الوضع ما ظن يحتاج لكن من الممكن جدا نسوي توسعات قوية مشكلة هاي اللي احاول اصبوخهم بيقلتون مجبور اخليهم نفس ما هم ننزيل الحين الهذا كم يشل تسع تلاف تسع تلاف وايد اوفر هذا اوفر كل نزيل الخطة اللي هي اني انا امد هذا الشارع واسوي لكم ملاعب اهني هاي خطة قادمة الحين لانها هاي بروح يبال وقت وايد بس اليوم انا اشوف الانجاز كان طيب بخصوص اه هذي المنطقة بالذات بس ما يشوي لكم عليه بس ما عدا ذلك الوضع تمام سألوكم يعني ان احنا كمية السياحة حاليا النار اهني مدينة سياحية فراحة راضي عنها يعني من احلى المدن اللي انا سويتها اليوم يعني صراحة المهم نشوفكم في فيديوهات قادمة على خير ان شاء الله والسلام اللهم عليكم ورحمة الله وبركاته